لأن موضوع الغاز كما تعرفون ارتباطه بهذا الموضوع هو أنه وصلت الأمور إلى أن النظام الجزائري العصابة عندنا قررت أول أمس إغلاق للبيبلاين جيمو كما يسمونه أي هذا الأنبوب العابر من حصر مل إلى إسبانيا مرورا بالتراب المغربي قررت إغلاقه والاكتفاء بأنبوب واحد وهو المار من حصر مل إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط مما أحدث مجموعة من الإشكالات قبل حتى أن تقوم العصابة عندنا بهذا القرار كان السوق الغاز العالمي والجزائر اللاعب أساسي في السوق الغاز العالمي كان سوق الغاز العالمي يعرف توترات هائلة حيث أنه ارتفعت الأسعار في الأسواق الغاز مثلاً ارتفعت في البلدان ما بين ثلاث مرات إلى أربع مرات قارنة مع السنة الماضية بل أن في بريطانيا مثلاً سبيل المثال كنت نتابع في هذا الموضوع بريطانيا هناك عشر شركات للطاقة أفلست لماذا؟ بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة الغاز مش فقط يستهلك الغاز الطبيعي يعني مش فقط يستهلك للتدفئة ولكن أيضاً في كثير من البلدان يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بمعنى أن التري سيتي والغاز يمشيوا في العمق نتاحهم يعني إلي ما عندهم تتلقى الكهربائية تستخرج عن طريق الشمس أو تستخرج عن طريق نووي أو في الغالب تستخرج طاقة الكهربائية أو عن طريق المياه تستخرج في الغالب أيضاً عن طريق الغاز فعشر شركات في بريطانيا أفلست وهناك احتمال أن تفلس أربعين شركة أخرى في بريطانيا وحدها نتيجة لارتفاع الأسعار سعار الغاز ويعتقد خاصة أن هذه المصادر هذه من أوف جيم أوف جيم هذه هي الجهة الرسمية المستقلة بالمناسبة بريطانيا عندها دووين مستقلة عن الحكومة تقوم بمراقبة الأسواق أي أن الحكومة ومراقبة كل ما يتم في البلاد أي أن هناك أجزاء معينة الحكومة لا تتدخل فيها إنما تكون هي دووين مستقلة رسمية ولكن مش تابعة الحكومة هذه الدووين إذا حبينا أو هذه الأوفيس إذا حبينا هي تراقب القطاعات مثلا في قطاع الاتصالات عندك الأوف كوم هنا في قطاع الطاقة عندك الأوف جيم وهكذا بحيث أن هذه هي ليس خاضعة للسياسات الحكومة وإنما تتابع الاقتصاد الكل للبلاد وتتابع ما يجري في البلاد وتستمع من الشركات الخاصة ومن الحكومة ومن النقابة تستمع من الجميع ومن المستهلكين هي لتقوم بعملية مراقبة للأسواق وتتدخل سواء بإعطاء نصايح أو أحيانا بإعطاء تعليمات أو أحيانا حتى بإصدار غرامات على المخالفين للسياسات العامة التي تصنعها هذه الدووين المستقلة هذه الأجهزة المستقلة وهنا القوة تكمن في هذه الاقتصادات أنها أعطت قضية أن الحكومة وما تقوم به لديها أجهزة مستقلة تراقبها والشركات لأن الشركات تقريبا كلها خاصة وما تقوم به كأن أجهزة مستقلة تراقبها وهذه الأجهزة يعرف عنها الحيات لا تخضع لتعليمات الحكومة ولا تخضع لرشاوي الشركات ولا إنما تنظر ما ينفع الناس المستهلكين وإجمالا ما ينفع اقتصاد البلد فالمهم أوفجيم تقول من أن من 70 شركات في القطاع طاقوي قد لا يبقى إلا 10 شركات كبرى وتدعو الحكومة إلى دعم هذه الشركات في أسرع وقت ممكن وإلا فإن البريطانيين قد يحتفلون على الشموع بالمعنى الكلمة بالكريسماس الجاي بعيد الميلاد الجاي نويل الجاي طبعا لقينا وزير الأول يقول لا هذا مستبعد إلى آخره لكن كثيرين يعتقدون من أنه قد تجد بلدان مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا وإن كان فرنسا أقل شوية لأنها عندها الطاقة النووية وهي أكبر من أكبر المعتمدين ربما هي أكبر معتمد على الطاقة النووية في العالم للاستهلاك المدني لكن بلدان مثل ألمانيا اللي ممنوع فيها الطاقة النووية فيما أظن وبلدان أخرى تحتاج حتى بريطانيا اللي فيها الطاقة النووية لكن لا تكفي فهي تحتاج إلى الغاز إذن سوق الغاز العالمي فيه توطر ولماذا؟ الخبراء يقولوا أن هناك خمسة أسباب أدت لذلك السبب الأول هو أن النورويش وهي بلد أوروبي في قعف سكاندينافيا لمن لا يعرف ذلك لم تعد تنتج ما يكفي لأسباب متعددة لم تعد تنتج ما يكفي من الغاز والسبب الثاني أن روسيا بوتين أن حاكم روسيا قلل من إرسال الغاز لأوروبا وهذا أيضا لأسباب متعددة ربما نشير له قليلا بعد شوي سبب الثالث هو أن الصين تحتاج إلى مزيد من الطاقة وأن نسبة الاحتياج تاحها للغاز في هذه السنوات القادمة سيكون في حدود ما بين 15 إلى 20% وبما أن الصين وهي من أكبر مستوردين طاقة في العالم بعد الولايات المتحدة الصين تشتري تقريبا كل تقريبا جزء أكبر من طاقة تاحها سواء الطاقة التي تعتمد على الفحم أو على الغاز أو البترول تشتريها من الخارج بينما الولايات المتحدة عندها شبه اكتفاء الآن منذ أن دخلت فيما يعرف باستخراج البترول والغاز السخري في الولايات المتحدة عندها شبه اكتفاء ذاتي بل بالعكس تقوم بتصدير بعض الأجزاء إذن الصين وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم تطلب مزيد من الطاقة ولماذا؟ لأننا نجينا أيضا بعد الكورونا الكورونا كانت خفت كثيرا من الاستهلاك الطاقة في العالم أجمع بما فيها الصين إذن ازدياد على طلب الطاقة في العالم أجمع بعد الكورونا ثانيا ازدياد أكبر من طرف الصين ثالثا تخفيض لأسباب سياسية ولأسباب صراع ما بين روسيا والغرب خاصة حول أوكرانيا ولكن أيضا حول ملفات أخرى مثل السواريخ اللي ينشرها في بولندا ومثل دول البلطيق ومثل بحر البلطيق أو البحر الأسود أيضا كل هذه خلات بوتين يستخدم الغاز كسلاح في مواجهة أوروبا زايد كما قلت أنه الانخفاض من جهة النرويش في هذا الوقت أي عاقل أي عاقل في الجزائر يقول لك هذه فرصة لنا أن نبيع لأن الجزائر عندها كميات هائلة من الغاز أنا مع مبدأ لو استطعنا أن لا نبيع لتر واحد من البنزين أو من البترول أو من الغاز أو لا نبيع أي كميات من الغاز أو البترول لو كنا قادرين لا نبيع نتركها تحت الأرض أولا لأسباب بيئية وثانيا ربما لمستقبل أجيال لكن للأسف الواقع كما هو يقول أن 98% تقريبا من مدخيل الجزائر هي من البترول والغاز والبترول حتى وإن تحسنت أسعاره فهذا لا ينفع كثيرا للجزائريين لماذا؟ أو ينفع الجزائر اليوم لأننا لم نعد ننتج حتى ما هو مسموح لنا في الكوطة في التعالي الأوبك أو الأوباب لم تعد الجزائر قادرة على أن تبيع الكوطة التاح الكوطة التاح هي 1.4 مليون فرانا نبيعه أقل من 900 ألف أي أنهم ما نشوصل حتى للكوطة التاحنا وبالثلث وفي أشهر معينة كنا أقل حتى من 900 ألف برميل في اليوم بقي الغاز والجزائر فيها كميتها إلى من الغاز وما زال يكتشف الغاز غاز طبيعي ففي ظروف أن العالم يحتاج غاز نتيجة للأسباب لذكرتها لكم وأن أسعار الغاز ارتفعت وتضاعفت إلى ما يقارب ثلاث مرات على الساحة الدولية ومرات حتى أكثر من ثلاث مرات كان المنطق يقول أن أضاعف التصدير قبل سنوات كان الغاز العام الماضي فقط وما قبله الغاز رخيص جدا للأسف العصابة انتعنا موقعة مع الطليان ومعصبانيول بهذا السعر الرخيص ما فيش زيادات بمعنى ارتفاع الأسعار بهذه الأسعار اللي رح مرتفع الآن الجزائر لا تستفيد منها إنما تستفيد من الأسواق لأن في الغالب هذه الغاز هي على سنوات طويلة عقود على سنوات طويلة والجزائر كانت ستستفيد من ضخة للغاز لمشترين جدد لأن هناك طلب والعرض قليل جدا ففي هذه الظروف أي عاقل كان يقول مهما كانت الخصومات بيننا وبين المغرب يعني لو كان عندنا أي عاقل داخل هذه العصابة داخل المافيا العسكرية لأن تبون ما هو إلا واجهة هو ولي معاهن المدنيين لكن لو كان عندنا أي عاقل من هؤلين جنرالات يقولهم يا جمع في هذه الظروف في ظروف العالم يحتاج الغاز وفي ظروف نحن البترول لم نعد ننتج حتى الكوطة انتاعنا ما راش نبيعوا فيها وراه ينقص المدخيل انتاعنا وحتى ارتفاع اسعار هذه الأيام ما استفدناش كثير منها فإن جاتنا فرصة باش نبيعوا مزيد من الغاز في هذا الوقت يقومون بالعكس تماما وهو إغلاق الأنبوب المار عن طريق المغرب فقط في مفهومهم أن هذا يذر النظام المغربي لنفترض أن هذا يذر النظام المغربي السؤال المنطقي والعقلاني هل ترى ما يذر عدوك باعتبار أنكم تعتبرونه عدو شنغريحة دائر تصريح اليوم أو أمس يقول فيه عدو الأمس فرنسا فقط هي عدو الأمس حبسة ثم الآن عندنا عدو اليوم الأشقاء إخواننا الأشقاء أصبحوا أعداء هاي نتيجة العقول البائسة اللي ممكن تؤدي البلاد وراهي اديتها إلى كوارث يعني إذن أي عاقل كان يقول مدام البترول ما راناش نبيعه كثير وأوضعنا راهي بائسة من ناحية البترول ومدام فيه طلب على السوق العالمي والأسعار تتضاعف ما يهمنيش إذا كان المغرب يستفيد فيما كل ما يستفيد به المغرب أعتقد في حدود 250 مليون يورو حوالي 200 مليون يورو وقيمة غاز يأخذوه غاز ونظن 50 مليون يورو يأخذوه كاش أي أنها القضية تتعلق كلها بـ 250 مليون يورو بينما بالنسبة للجزائر القضية تتعلق بملايين من الدولارات سابقا والآن تصبح ربما أكثر من 10-15 مليار دولار فقط من أنبوب الغاز المار عبر المغرب اللي غلقوه أول أمس في كثير من الحالات اللي شنه عالميا كان بلد معين يسمح لعدو هذا لذا افترضنا أن المغرب عدو طبعا هذا كلام سخيف ما فيش عاقل جزائري يعتبر أن المغرب عدو وما فيش مغربي عاقل يعتقد أن الجزائر عدو نحن أشقاء وجيران وإخوان وأمازيغ وعرب ومسلمين وبشر فوق ذلك وبعد ذلك ويجمعنا كل شيء ولا يفرقنا إلا السفهاء ولا تفرقنا إلا الحدود والسدود وهذا هو المنطق الذي يجب أن يسير وليس المنطق الذبابي من هنا أو من هناك في كثير من الحالات العالمية كانت بلدان تكون متخاصمة لكن بلد معين يرى أنه أنه إذا قام بعمل معين قد يستفيد منه خصمه يشوف هو وش يفيده إذا شاب اللي هو الفيدة أنتا أو كبيرة ما ينظرش كثير لماذا سيستفيد الخصم ينظر هو كم سيستفيده وما هي الاستفادة أنتا في الحقيقة النظام مش فهم حاجة أخرى هو أنه مهوش فقط يخلي فرصة على مدخيل بملايير من الدولارات وربما أكثر من 10 أو 15 مليار دولار سنويا تضيع بهذه الخطوة السفيهة ولكن أيضا قد يعرض نفسه لضغوطات وربما للنظر إليه أكثر فأكثر على أنه نظام فاشل ونظام يثير الخلاقل لأنه بالنسبة للسبانيون اسبانيون الآن لماذا كانت وزيرتهم للبيئة قبل أسبوع في الهناك لأنها كانت في آخر لحظة تحاول فيهم تقول لهم قطعكم الغاز بهذه الطريقة عن طريق الأنبوب المرعى عبر المغرب لا يظر المغرب فقط ولا يظركم أنتم فقط يظرنا نحن أيضا يظرنا نحن أيضا وهذا الأنبوب اللي مر مباشرة هذا لا يكفي ما نحتاجه نحن وغيرنا لأن هذه الأنبيب تروح لإسبانيا وتروح له أيضا للبرتغال وتروح إلى أماكن أخرى ما كان رد النظام الجزائري اليوم عن طريق ذبابه أو جرايده قال لك سنغطي لأن الأنبوب هذا البحر المتوسط لن يغطي المتفق عليه مع إسبانيا الكميات اللي ما نقدروش نرسلوها أو اللي كنا نرسلوها عن طريق الأنبوب المغري اللي مر عبر المغرب راح ننصرها لكم عن طريق بواخر وأن 100 تكلموا على أكثر أعتقد 134 قالوا أن هناك 134 باخرة ستنقل الغاز الجزائري من الموانئ الجزائرية من سكيكدا وأرزيو أساسا إلى إسبانيا يعني اللي حرثوا درسوا كما يقال عندنا المثل بمعنى أن المال اللي كنا سنستفيد منه نتيجة اللي بيع مزيد من الغاز راح نصرفوه على البواخر لأننا ما لدينا ش بواخر ما لدينا ش 130 باخرة تنقل كنا لدينا ثلاث بواخر أو ربع بواخر أو ست بواخر في أفضل الحالات لتنقل الغاز معناها راح نستأجروا البواخر أي أننا والاستئجار راح يكون إمرجنسي يعني لازم يكون مستأجر إسبانيا قالوا لهم إحنا نريد الغاز للم تفقن عليه نحن نريد الغاز للم تفقن عليه وهم غاضبين منهم خاصة أنهم سلمونهم محمد عبد الله وقبلها سلمونهم من البحر سلمونهم إبراهيم الإعلامي وكانت من بين الاتفاقيات اللي معاهم أنهم يضمنون لهم موضوع الغاز إضافة إلى مصالح أخرى حكيت لكم عليها قضية الإقليم المياه الإقليمية قضية الشركات الإسبانية يعطوها امتيازات خاصة أشياء كثيرة أشياء كثيرة سلمتها العصابة إلى إسبانيا من أجل تسلم محمد عبد الله لبالمناسبة جريدة الكونفيدانسيا الإسبانية وهي من أكبر الجرائد الإسبانية شنت فيه هجوم على الحكومة الإسبانية صدر مقال أمس منها شنت فيه هجوم على الحكومة الإسبانية نتيجة التي تواطئها في علاقاتها مع النظام الجزائري وذكرت بالاسم محمد عبد الله وكيف تواطعت الحكومة الإسبانية إذن الكلام الآن لم يعد كلام نحن فقط هنا قوة الحجة أن موضوع محمد عبد الله كما تحدثنا عليه منذ الأيام الأولى وقلنا أنه تواطئ ما بين حكومة إسبانية التي اخترقت القوانين الإسبانية والأوروبية والدولية الآن الإعلام الإسباني وموش أي إعلام من أقوى الإعلام وفي دونشل هذه من أقوىها إضافة إلى قنوات أخرى أيضا قالت من أن هناك تواطئ ما بين هذه الحكومة الإسبانية والنظام الجزائري اللي أظهر أنه ما عندوش كلمة يعني حديث رومليو البارح قالك ما عندوش كلمة لأنه وعد الإسبان بأن لا يغلق البايبلاين مع المغرب لأن المتضرر الأكبر في الحقيقة هي الإسبانية والمتضرر الثاني هي الجزائر ثم يأتي المغرب في رتبة ثالثة من التضرر من هذه الموقف أي أننا الآن برح قلت لكم أولو البرح المثال الشعبي نحلي عين وحلو زوج في الموضوع هذا النظام الجزائري نحلي زوج عيون نحلي عينية في زوج ونحل النظام المغربي عين واحدة يعني حتى بالمقلوب الآن هذا الإعلام الآن رح يكبر الإعلام الإسباني والغرب عموما رح يتبنى ولذلك أنا قلت أن النظام لا يفهم لا يفهم العلاقات الدولية وتداخلاتها وتشبكاتها ولا يفهم عندما يتم تصويره عالميا من أنه يتجهون إلى تصويره إلى أنه نظام مارق لا يكفي أنه فاشل وأن أبناء يصلون إلى الحدود الأوروبية بالآلاف ويموت منهم المئات كل عام في البحر وأن الناس تحرب منه وأن الأحوال شعبه يزداد فقرا وأن الجنرالات يزدادون تكديسا للسلاح وانتفاخها في البطون وأن الرئيس هذا اللي يسموه الرئيس يخرج يقول أي كلام وأن علاقاتهم تتوتر مع الدول لأسباب غير موضوعية وغير منطقية لا يفهم كل هذا فطبعا العالم الخارجي ينظر إليه بأنه هذا ليس طبيعي هذا النظام ولذلك جاء الموقف الصيني هو أعظم موقف ضم النظام الجزائري هو الموقف الصيني ومبادج الروسي لأنه كانوا متأكدين أن الصين وروسيا ليس فقط تعترض على البيان اللي يخرج حول السحر الغربية ليس فقط تعترض عادي يعني تناقشهم معاه وتقول لهم نقصوا هنا وزيدوا هنا حتى تضع اللائحة أو القرار الأممي كما يسموه القرار المجلس الأمم تضعه في إطار مقبول للطرفين التزائر والمغرب أو الإنظامين إنما كانوا يتوقعوا أن الصين أو روسيا على الأقل أو في اثنين يدروا الفيتو ولا دارت الصين أو روسيا الفيتو على أي قرار المجلس الأمن ما يمرش يكفي فيتو واحد الخمسة اللي عندهم الفيتو نذكر به مرة أخرى هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الحقيقة فرنسا وبريطانيا اللي الآن المفروض يكون عندهم الفيتو هو ألمانيا ننظر من حيث القوى الاقتصادية لكن ألمانيا هزمت في الحرب العالمية الثانية فما ممنوع لها أن يكون عندها حق الفيتو إذن ليس فقط لم تمتنع لم تيخذ الفيتو للصين ولا روسيا بل أن الكارثة أنه في حين أن الروسيا امتنعت أصل على التصويت قالت أنا نوتر أنا ماني معاكو هذون ومع هذون في هذا القرار إنما الصين نضعت مع القرار والنظام الجزائري اللي عاطي فكرة وبروباغندا في الداخل على أن الصين صحابنا وأنصارنا ويدعمونا وعاطينهم مشاريع بعشرات الملايين من الدولارات إلى آخره حدثت له صدمة حقيقية من الروس ثم من الصين أكبر لأن الصين كانت مع القرار الصين ما هي الصين من زعجة شوفوا موضوع الغاز هذا الصين من زعجة منه لماذا؟ لأن عدم تصدير الكمية اللي كانت تتمر عن طريق الأنبوب إلى إسبانيا لا يزعج فقط إسبانيا والأوروبيين اللي يستفيدوا منه مباشرة إنما يزعج الصين أيضا لأن أسعار الغاز ترتفع لأن المعروض من الغاز المتوفر من الغاز أقل من المطلوب على الساحة العالمية فالأسعار ترتفع للغاز وبما أن الصين هي أكبر مستورد للغاز في العالم في العالم أجمع فكل دولار يرتفع لمليون وحدة حرارية يحسبوه الغاز بمليون وحدة حرارية بريطانية الآن رأي الصين تشري في حدود 267 دولار للمليون وحدة حرارية كل دولار إضافي وانتقل تقريبا من 40 دولار أو 50 دولار العام الماضي إلى 200 وزيت العام هذا فالصين تخسر وتخسر أموال هائلة عشرات الملايير من الدولارات النظام الجزائري متسبب للصين في خسارة ولو من بعد لأنه لا يقوم بتصدير الغاز بما فيه الكفاية كيم يكون تصدير الغاز بما فيه الكفاية تنخفض الأسعار أوتوماتيكيا هل كان هذا سبب من الأسباب لخلات الصينيين يخذوا هذا الموقف أم أن هناك أسباب أخرى سنرى في الأيام القادمة لكن أنا على يقين أن هذا أحد الأسباب هذا أحد الأسباب اللي خل الصين في الحقيقة مش فقط في هذا الصين الآن أكثر من شركة راي تنسحب من الجزائر أكثر من شركة من شركات الكبار الصينية راي تنسحب وهذا يطرح إشكال كبير أنه استثمار في علاقة مع الصين اللي تمتد لي من أيام الثورة الجزائرية لماذا العلاقات ليست جيدة مع الصين إلى درجة ونهنا على الأقل يعني لو وضعت روحي في مكان نظام الجزائري السؤال يطرحه أي واحد منهم كيف أن الصين اللي كنا نتوقعوا أن ندير الفيتو لا مش ما تقومش فقط بالفيتو ومش فقط ما تمتنعش وإنما تصوت لصالح قرار نحن بالنسبة إلينا بالنسبة للنظام الجزائري قرار حاسم جدا في قضية وجودية اللي هي قضية الصحراء الغربية قضية خصومة تظل على 46 سنة اليوم ما عدا الصين الدول الأخرى مثل بريطانيا مثل ألمانيا مثل كل الدول التي تحتاج غاز والأسعار ترتفع تشعر بهذا نظام غير موثوق لا يمكن الوثوق فيه أنا شخصيا مع أن يكون نظامنا نظام وطني يدفع عن مصالحنا بقوة ويواجه الهيمن الخارجية والاستعمار الخارجي والنهب العالمي ولكن لان يكون مهزلة بحيث يشوفوا بللي ما عندوش مصداقية وأن اتفاقه اللي كان مع إسبانيا بأن يظل الأنبوب المار عبر المغرب مستمر حتى يخفضوا الأسعار نتيجة لوجود مزيد من الغاز الجزائري يقولوا ما عندوش مصداقية وبالتالي تتأكد مفهوم اللي رح ترسخ الآن من أن هذا نظام لا يكتفي بضرب شعبه وبقمع الحراك وبسجن الأحرار وباتهامهم بالإرهاب بينما العالم أجمع خرجه وقال أن الحراك الشعبي سلمي لا يكتفي بذلك لا يكتفي بخلق خصومات كان يستطيع أن يستفيد منها بدل من أن يدخل في خصومة نظام جزائري كان يستطيع أن يستفيد بقوة من النظام المغربي وكلهما يستفيد من بعض البعض كنظامين وكبلدين لا يسعى لبناء المنطقة المغاربية وازدهار المنطقة والتجارة بين مدنها وبين شعوبها والتحرك لا يقوم بهذا إنما يزيد يدخل على أزمة عالمية هي أصلا الأزمة مش هو متسبب فيها لكن موجودة أزمة الاقتصاد للغاز المستوى العالمي إنما يزيد هو يعمق هذه الأزمة نتيجة لخصومة بينه وبينها جار وشقيق الغربي عندما تترسخ لدى الكبار هذا العالم وهما عارفين أنهم يدعموه لكن عندما تترسخ لهم هذه القناعات ويجد المواطن الألماني أو البريطاني أو الإسباني أنه يدفع ثلاث مرات ربع مرات سعر الغاز وكان ممكن وأن شركات هائلة تنهار في كثير من البلدان الغربية وأن من بين المتسببين ليس هو المتسبب الوحيد لكن بين المتسببين نظام في اللي يسمى النظام الجزائري يسموه الشعب الجزائري المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية فإن كثيرين سيتساءلون وربما يطرح حتى التساؤل يطرح في داونينغ ستريت أو في الإليزي أو في مراكز القرار العالمي في واشنطن أو في برلين أو لماذا نحن ندعم هذا النظام والحقيقة من هنا نقول لهم هذا هو السؤال لكال شعب الجزائري يقول لكم هذا نظام هو خطر على شعب الجزائري وعلى الجزائر أولاً وابتداءاً ثم هو خطر على المنطقة ككل منطقة المغاربية والشمال الإفريقية ثم هو خطر على الساحة الدولية في المواضيع اللي يمكن أن يكون عنده تأثير فيها وهنا عندنا موضوع القاس كأحد المواضيع طبعاً تأثير النظام الجزائري ضعيف جداً جاءت هذه قضية الغاز بدأت أهمية الغاز الجزائري وتأثير النظام الجزائري في سوق السحة الغاز الدولية آخرين ذهبوا إلى أن هذا الموضوع لم يقم به النظام الجزائري إلا بضغط شديد من عند بوتين لأن بوتين يريد أن يؤدب الغربيين دارين له مشاكل عديدة ودارين له عقوبات خاصة تعرفوا أن كبار المسؤولين تقريباً أهم كبار المسؤولين محيطين ببوتين ممنوعين من دخول أوروبا ومن دخول أمريكا وبعضهم مجمد أموالهم بعضهم لسارق عشرات الملايين دولارات مجمدين أموالهم في بعض البلدان الأوروبية وخاصة في الولايات المتحدة هناك عقوبات كثيرة خارجة من عند الغرب عموماً ولكن خاصة من عند الولايات المتحدة فبوتين يريد أن يصفع الغربيين خاصة وأنهم يتوقعوا أن الشتاء هذا إضافة للأسباب اللي ذكرتها لكم نرويج والصين وما بعد الكورونا الطاقة العالم يحتاج طاقة أكثر إلى آخره يعتقدون أيضاً أن هذا الشتاء سيكون شتاء بارد هناك من طرح وبدأت بعض الجهات الغربية تقول أليس هذا القرار اللي تخذ النظام الجزائري هو قرار بوتين أليس بوتين هو الذي أوعز أو ضغط وهو عنده القدرة على الضغط لأن 80% سلاح الجزائري هو سلاح روسي ولو يتوقف الروس على إعطانا قطاع الغيار أو حتى لو يقروا وقف الطائرة في السماء يوقفوها بأزرار بليبوتون لأن كثير من هذه الطائرات الآن أصبحت بتكنولوجيا عالية جداً يستطيع أن يصنحها أن يتحكم فيها ولو كان على أبوض 10,000 كم السؤال لطرحاته بعض الجهات الغربية هل أن النظام الجزائري خضع للضغوطات أم أنه يلعب لعبة مع بوتين بدأت تطرح السؤال الآن والحقيقة أنه إذا اتضح أنا شخصياً لحد الآن وأنا متابع في هذا الموضوع لم يستقر رأي على أن هذا بوتين هو الذي أخضعهم لهذا القرار أو أقنعهم بهذا القرار لكن بدأت تطرح هذا السؤال بدأ يطرح في بعض الجهات الغربية وإذا كان عند الجهات الغربية تضح لهم هذا فهم يشعرون بأن بوتين بالفعل يريد أن يحاصرهم في منطقة استراتيجية وهي الجزائر كانت الجزائر دائماً كانت الجزائر دائماً تقول حتى في التسعينات يعني حتى في أيام ذبح الشعب الجزائري وكان نظام يحتاج أسلحة ويحتاج إلا أنهم ضلوا على واحد النقطة وهي عدم فتح قواعد عسكرية للغرب ولا للشرق لا للروس ولا للصين ولا للغربيين لكن بداية من ما يسمى بالحرب على الإرهاب بدأوا يديروا بعض الاتفاقية أنا كنت كلمت عليها قبل سنوات واحد الاتفاقية اسموها الليلي باد بحيث أن بمقتضاها الولايات المتحدة تستطيعها وأكدها أن تبون في خطابه الماضي مع الصحافة ما يسمى بالصحافة قال منعنا عليهم للسيرفور والرفيولينغ منعنا عليهم الطيران فوق الأجواء انتاعنا يقصد الفرنسيس اللي قنبله في مالي والرفيولينغ وهو أنهم يتم مدهم بالكروزين أو بالطاقة عموما لطائراتهم طائراتهم العسكرية أي أنهم في الحقيقة كانوا يحبطوا طائرات العسكرية الغربية لأنه ليس متصور أن الرفيولينغ يدار يعني تديروا طائرات جزائرية بالتأكيد ليس طائرات جزائرية يديروا معنا نحن أمام احتمالين إما الرفيولينغ تديروا طائرات أمريكية وفرنسية هي اللي تدير في السماء يعني تقوم بتزويد طائرات العسكرية المقنبلة تقوم بتزويدها بالطاقة في السماء في الجو أو ينزلوا عندنا ويأخذوا الطاقة ويروحوا يستمروا في القصف لأن الطائرات مثلا الطائرات الفرنسية اللي تجي من فرنسا لا تستطيع أن تقصف في مالي اللي بعيد عليها بعض الأماكن في مالي بعيد على الأراضي الفرنسية بأكثر من 3500 كم بعض المناطق لا تستطيع هذه الطائرات ما يكفيهاش الطاقة اللي عندها خاصة لما تكون محملة بقنابل ثقيلة باش تقصف في هذه المناطق بمعنى أنها تنزل للأراضي الجزائرية تتزود فيها طبعاً يعني القواعد الجوية الجزائرية تتزود فيها بالطاقة بالكيروزان وتروح تقصف في مالي أو في النيجر أو في بيركونافاسو لا أعرف إذا كانوا الأمريكيين أيضاً رغم يقوموا بنفس الشيء عندنا يعني الأمريكيين أيضاً يقصفون يقصفون في عدة دول في إفريقيا إذا تضح من أن هذا المنقف منقف الغاز إضافة إلى منقف مالي ووصول مرتزقة فاغنر مرتزقة بوتين مرتزقة الروس إلى مالي للآن بدأت تكون فيه شبه يقين من أن الذي سهل لهم المهمة هما جنرالات الجزائر قناعتنا أن شنغريحا هو الذي قام بهذا إذا تضح لهذه القوى الغربية هذا الموضوع من أن هناك تحالف غير معلن في موضوع مالي مع الواغنر وفي موضوع الغاز ما بين الجنرالات وما بين بوتين سينظرون هل هذا التحالف جاي نتيجة للضغوطات الروسية أم أنه تحالف نتيجة لما يعتقد النظام الجزائري من أن روسيا هي الوحيدة التي ستحميه من الثورة الشعبية مثل ما فعلت مع بشار الأسد بشار الأسد لو لا روسيا التي تدخلت عسكريا منذ أكثر من 6 سنوات الآن رسميا منذ أكثر من 6 سنوات وغير رسمي منذ الأيام منذ الأشهر الأولى للثورة السورية أو الانتفاضة السورية أو سميها ما شئت لو لا بوتين لا طبعا سقط نظام بشار لأن نظام بشار دائما كان ينظر ينظر له السوريين على أنه نظام أقلية استبدادية نفس النظرة في الجزائر أن النظام الحاكم اليوم هو أقلية استبدادية صحيح أننا ما عندناش طوائف دينية لكن عندنا طوائف دنيوية عندنا طوائف دنيوية ما عليهمها المال والملذات والشهوة فهل اقتنع النظام الجزائري من أنه سيسقط حتما وأن الحراك في النهاية سيطيح به وأن هذا التعامل والارتماء في حجر بوتين ليظهر في قضية مالي ثم يظهر الآن في موضوع الغاز هل أصل إلى هذه القناعة إذا كان أصل إلى هذه القناعة فأنا أقول شعب جزائري أبشر لأن الذي حمل نظام الجزائري خاصة في 30 سنة الأخيرة هم ليسوا الروس وليسوا الصين هم الغربيون الذي حمل هذه العصابات هم الغربيون هم الغرب وخاصة فرنسا ولذلك أي خصومة بين هذه العصابة والإستابلشمنت الفرنسية هي في الأصل في مصلحة شعب الجزائري آه نعم نحن نعتارض عندما يخرج السفيه ماكرون ويلغي الجزائر من الوجود أو يطرح تساؤلات خبيثة حولها لكن عندما يتخاصم بين وبين الجنرالات فنحن نعتبرها صراع الظالمين بالظالمين وخصومة الظالمين مع الظالمين إذا بدأ النظام الجزائري يرتم أكثر وأكثر في حجر الروس فإن الذين ظلوا يمسكون بالكرسي له هم حاكمين الكرسي له إذا رفعوا أيديهم سيسقط وهم فرنسا ومن وراهم الغرب كل ما تسمعونه أحياناً عن شتم الغرب وشتم فرنسا من طرف النظام هو كلام للبروباغندا هو كلام للمخدوعين للذين يمكن استقبالهم واستحمارهم ليس أكثر إذن إذا وصل النظام إلى أن قناعت أن فقط بوتين هو من يحميه ووصلت هذه الفكرة إلى القوى الغربية وإذا رفعت القوى الغربية دعمها لهذه العصابة فهذا في مصلحة شعب الجزائري شعب الجزائري لا يحتاج للروس ولا الغرب لا فرنسا ولا ألمانيا ولا بريطانيا ولا أمريكا ولا غيرهم شعب الجزائري هو قادر على الإطاحة بهذه العصابات لكن ما ندعو له وسنظل ندعو له عدم تدخل الخارجي في شؤوننا لأن كل تدخل خارجي هو بالطبيعة الأشياء ضد مصلحة الشعوب وفي الوضع الجزائري خاصة هو في مصلحة العصابة لكن حتى لو كان تدخل خارجي هذا في مصلحة الشعب الجزائري نحن نرفضه لأنه في النهاية في الخلفيات هذون ما همش جمعيات خيرية هذه قوى امبراطورية تريد أن تستفيد من أي أوضاع فيها قلق وفيها توترات ولذلك مراتك إخواننا بعض إخواننا اللي اشتهمنا وكانوا حتى بعثوا يقولوا لمليح وجود الروسي يوازن بيوجود الفرنسيس أبدا وجود استعمار واستعمار لا يوازن إنما يتقاسمون أو يتصادمون في كافة الأحوال نحن ندفع الثمن الأحرار هم الذين يحرر أوطانهم لا يتوقعون من الآخرين أن يعاونوهم أو يحروهم أو يساعدوهم لكن ما نتوقع من الآخرين هو أن لا يتدخلوا في شؤوننا هذا هو الأهم في معركتنا لخضها أحرار البلاد